لبنان منكوب والصورة هنا أبلغ من أي كلام إنه دمار بيروت بالكامل بيروت التي كانت تحتضر أصلاً اقتصادياً واجتماعياً حتى قبل هذا الانفجار العنيف لبنان الذي يعيش أزمة اقتصادية غير مسبوقة ومديونية تزيد عن 92 مليار دولار وهي واحدة من أكبر أعباء الديون في العالم شهد منذ أيام على انفجار أدرجة من بين أقوى سبع انفجارات هزت العالم هي أكبر أزمة وكارثة يعانيها لبنان في العصر الحديث بهذه الكلمات وصف المعنيون ما حدث وتقدر الخسائر الناجمة عن انفجار مرفأ بيروت بقيمة 15 مليار دولار هاي المنطقة الحرة هاي دي تلاتة رباعة بضاعة لبنان بتنزل هون ليه نحن مستوردين المستوردين لأنه العنابر المرفأ بلشوا يلغوهم هون كله يستثمروهم هنجارات خاصة بينزلوا فيها البضائع يعني شوف عدش يقصار التجار كلها هاي دي كلها بضاعة كلها دي بيت انفجار المرفأ الذي هز بيروت بالكامل ونجب عنه حوالي 5000 جريح وما زالت فرق الإنقاذ تبحث عن أكثر من 100 مفقود وفي هذا الإطار أعلنت الحكومة اللبنانية وضع عدد من مسؤولي مرفأ بيروت الذين يشرفون على التخزين والتأمين منذ عام 2014 قيد الإقامة الجبرية انتظارا للتحقيق الجاري كما أعلن مجلس الوزراء أيضا فرض حالة الطوارئ في بيروت لمدة أسبوعين وهي ما تعني عزل منطقة الانفجار وسط انتشار أمني وتسليم عملية التحقيقات للشرطة العسكرية كما تكليف لجنة من الجيش لإدارة توزيع المساعدات وفقا للإحتياجات لبنان اليوم ينتظر إنصاف ضحاياه إنصافهم من كارثة كانت ترث لطيلة ستة أعوام دون رقابة هذا ما يضع السلطة السياسية أمام امتحان أكبر من كل الامتحانات التي سبقت في الفترة الأخيرة العراقية الإخبارية ماريان زوين بيروت